طيب سريعا جدا معنا ثلاث أخبار الخبر الأوروبي هنقوله في وجود نجمينا الكابتن علاء نبيل الأهلي حمدي فتحي إيه الجديد كنا قلنا لكم من فترة كده أنه وقت بطولة دوري أبطال أفريقيا قبلها بكم يوم يعني قبل النهائي أنه حمدي فتحي طلب أن يجتمع بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأن يجتمع بمستر مارسيل كولر لحسم موقفه باعتبار أنهما صاحباء القرار في رحيله وأنه يتم تحديد الموقف وأنه جايله عرض جيد جدا من نادي الوكرة القطري وده أمر طبيعي بالمناسبة نجم من نجوم الفريق فطلب الطلب ده لا يعد يعني خروجا عن النص عشان فيه ناس بتحسسك أنه كده يعني خرج من التقاليد والأعراف خليها تقاليد وأعراف وبيزودوها قوي بقى ويقولك إزاي وما بيحصلش بيحصل عادي يا جمان ده مش إهانة لما العيب يطلب أن يجتمع بمجلس إدارة نادي أو برئيس نادي أمر طبيعي جدا وبعدين ده رئيس النادي ده مشرف على فريق الكرة في النادي الأهلي ده غير أنه أسطورة يعني والعيبة كتير حصلت معاها لكن على أي حال مش ده موضوعنا موضوعنا أنه ده كنا قلنا دي خلفية الجديد دلوقتي أن الكابتن محمود الخطيب وافق على أن يرحل حمدي فتحي عن الأهلي بالعقد المتفق عليه أو العرض المبعوط للأهلي اللي هو بقيمة 3 مليون دولار لكن الأهلي بيحاول يحط إضافات بقى علشان يزود العائد وده أمر مش هيعطل التعاقد المحتمل ممكن على مستوى المشاركات على مستوى الأهداف على مستوى الصناعات على مستوى البطولات اللي يتوج بها الفريق المقبل ولكن ينتظر الآن قرار مارسيل كولر وهنا بقى ده التدرج الطبيعي الناجح الجيد في النادي الأهلي أنه الإدارة بتدي موافقة ثم تسأل المدير الفني كي تخرج الموافقة النهائية إحنا موافقين الفلوس كويس أنت يا رأيك تمام أقول لكم بقى رأيي كولر أنا تمام بس عايز بديل ده قلنا مبارح وقلنا أن الكارتي الأهلي عايزه وانفرضنا بهذا الخبر ومحمد رضا بوبو المتواجد مع منتخبنا الوطني في المغرب وفيه اختيار بعيد ثالث محمود حمادة هقول لكم عليه محمود حمادة لاعب فاركو يرى مسؤوله الأهلي أنه ليلا خيار دولي ممارس دائم في الدوري الممتاز مشارك دائم في تشكيلة مستر روي فيتوريا ولكن اللي ممكن يكون بيعطى الأوجود محمود حمادة على قائمة اللاعبين الراغب الأهلي في ضمهم لتعويض حمدي فتحي هو سنه سن اللاعب 29 سنة دلوقتي فبيارى الأهلي أنه ممكن يكون نظرته للمستقبل تخليه يبص على خيارات لها أولوية أكتر من محمود حمادة لكنه على الرادار النادي الأهلي في المرحلة الحالية ده من ضمن الخيارات اللي بيحاول يوفرها الأهلي لكلر علشان يلاقوا بديل لحمدي فتحي أو لأي لاعب يمشي من القوام ترجمة نانسي قنقر